النفط الأمريكي احدث ضحي أزمة كورونا مع الهبوط التاريخي في أسعاره بسبب الانخفاض غير المسبوق في الطلب وفائد الإمدادات العالمية واقع دفع البيت الأبيض للتفكير في منح شركات الطاقة الأمريكية حظا من حزم الدعم الفيدرالي لعادة الحياة في شرائين الاقتصاد الأمريكي هذه المساعدة ستكون في غاية الأهمية بعد أن أصبحت أسعار النفط أدنى من تكاليف الإنتاج لا سيما أن هذه الشركات أجبرت على خفض الإنتاج بسبب عدم القدر على التخزين وبينما علن الرئيس دونالد ترامب نيته شراء 75 مليون برميل من النفط لملء مخزون الاحتياط الاستراتيجي تؤكد رغبة المنتجين في التخلص من الخام تثاقم مشكلة التخزين بعد أن طفحت الصهاريج وبات التكاليف الاحتفاظ بالذهب الأسود أكثر من قيمته منشآت التخزين غير كافية للاحتفاظ بالنفط الذي ضعف إقبال القطاع الخاص والمستهلكين على شرائه وهذه أول مرة يحدث فيها ذلك منذ عام 1993 الأزمة دفعت أيضا عضوي مجلس الشيوخ الجمهوريين جيمين هوف وكيفين كريمر إلى الدعوة لفرد تعريفات جمركية على واردات الوقود من روسيا والسعودية متهما إياهما بالسعي للقضاء على منتج النفط الأمريكيين معظم تلك الشركات الأمريكية تعتمد على تكرير النفط الثقيل المستورد من الخارج سواء من المكسيك أو كندا أو السعودية أو باقي دول أوبيك لذا فإن فرض تعريفات جمركية سيؤدي إلى ارتفاع أسعار البنزين كما أن التعريفات سيف ذو حدين وإذا فرضتها الولايات المتحدة فإن دولا أخرى كالسعودية قد ترد بالمثل ورغم إشادة البيت الأبيض بتوافق السعودية وروسيا على تهديئة حرب أسعار النفط فإن اتفاق خفض الإنتاج الذي وصف بالتاريخي لن يدخل حيز التنفيذ إلا في مطلع الشهر المقبل بينما يسعى البيت الأبيض والكونغرس إلى إقرار مبالغ مالية ضخمة لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي من أزمة محققة يكشف الهبوط الحاد في أسعار النفط الأمريكي حاجة هذا القطاع الحيوي بدوره إلى جرعة من هذا الدعم لضمان بقائه بعد أزمة كورونا هيشان موران الحرة واشنطن